منذ الطفولة تأثر بالشيخ عبد الباسط عبد الصمد فحفظ وهو وأخوته الثلاثة القرآن الكريم وواضبوا على تلاوته وبعد أن حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية تفرغ لتدريس القرآن وعلومه نبقى مع المشترك عبد القدوس الباز من باكستان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهموا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قِي لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إن الله كان غفورا رحيما وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْدَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَسِيمًا صدق الله العظيم تقبل الله صيامكم وقيامكم مشاهدين الكرام وحياكم الله مع المتسابق عبد القدوس الباز كان معنا من باكستان شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة الطيبة وننتقل إلى الأستاذ عماد رام تفضلوا شكرا أخي محمد حياكم الله وحياكم الله أخي عبد القدوس بارك الله بكم تعرف العربي دغة العربية قليل قليل جدا يعني صوتك في عرب جميلة يعني ممكن أن تستعملها في قراءات قادمة إن شاء الله وهو أيضا يمر بس أنا بدي فهمه أنه شلو مدي فهمه الانتقال بالنغمات إن شاء الله بالتأكيد هذه الرسالة ستصل إليه إن شاء الله الانتقال بين النغمات نعم والمقامات كان فيه أخطاء نرجو أن نتجاوزها في المرحلة القادمة إن شاء الله هذه الملاحظات ستصل إليه إن شاء الله من خلال نعم المترجمين الخاصين الموجودين في الكوادر الشيخ عمر تفضلوا فضيلة الشيخ ما شاء الله عبد القدوس الباز ما شاء الله كانت تلوتك خاشعة وماتعة وكنت تعيش معاني القرآن كريم فحقيقة يعني كنت رائعا في مجمل أدائك إلا بعض الهنات التي إن شاء الله تزيدك حسنا وإتقانا وجمالا لتلاوتك وكمالا لها إن شاء الله فنحن طلاب كمال في تلاوة القرآن الكريم من بين الملاحظات لديك همس الطاء يطمأننتم يطمأننتم الطاء لاستمهموس فانت به لهمسها وكذلك ضعف حرف الهاء خاصة في ختام الكلمة إذا كانت في آخر كلمة فادفع الهواء حتى تظهر وتتضح الهاء وكذلك لديك قطع الصوت عند المدود العوض عن التنويل المنصوب رحيما هكذا فلا ينبغي قطع الصوت حتى لا نزيد حرفا لأحرف القرآن زادك الله إتقانا وجمالا لتلاوتك ورقيا إن شاء الله بتلاوتك بإذنه تعالى السيد كريم موسى تفضلوا اختياره للمقامات كان صائبا في بعض الأوقات ولكن فيه أداهي للمقامات بالذات فيه الطباغات الصوتية العالية فكانش مأزازا شوية يعني كانت له مشاكل فما أعرف صوته يعني هم صايرة عدة هو أيضا يقول بأنني أمر في حالة صحية يعني هاي كلها حالة صحية نعم فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يشافي ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله الشيخ محمد عصفور تفضل حياك الله حبيب وحيا الله القارئ الكريم عبد القدوس باذ إمامنا الصادق عليه السلام يقول في وصف القرآن يقول يبين الألسن ولا تبينه الألسن فصراحة عندما قرأ أخونا عبد القدوس قرأ بشكل فصيح ومخارج وصفات وأحكام رائعة جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تميزه يعني تميز جنسيته أو لغته الأصلية وللعجب العجاب بعد التلاوة وقف الآن يعني لا يستطيع أن يتكلم ولو كلمة واحدة عربية يتوحدون تحت القرآن الملاحظ أنه يمكن لا يعرف من العربية إلا القرآن ولكن معرفته بالقرآن وكأنه آية آية من آيات الله أنه القرآن فعلا إعجاز يعني إذا قرأ كما أنزل وقرأ كما يريده الله تستوي اللهجات وتستوي اللغات وتستوي الجنسيات والهويات وهذا من الإعجاز أنا هذا أعتبره دليل على أن القرآن من الله شيل دني والله صدقا تخيل يعني لا يعرف من العربية إلا القرآن ويعرف القرآن يمكن أفضل منا أفضل منا نحن فأسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق ودوام هذه النعم يا رب السيد حسنياً الحلو تفضل شكراً جزيلاً لك أنا عندي بعض الملاحظات بس إذا أستاذ عمادي تفضل علي ترجم لي تفضل ترجم أستاذ عمادي سيلاً يقول لها تتحدث العربية أو ما تفهمها زي إذا قل لك ما رح أفهمها شرح تحكي لها بالسوري حقيق سوري نعم بالسوري والله يعني حاول أفهم عرف الأكلات بس التبولة وأمثالهم لا لا أنت مش عطرهم الأكل يعني مثلاً إذا قلت لك تقبر قلبي يعني هاي عرفها ها كلهم يعرفوا نعم أما بخصوص أخونا وعزيزنا وضيفنا ضيف العراق الشيخ عبد القدوس طيب الله انفاسكم تلاوى طيبة فكرة الجملة النغمية اللي يريد يأديها في باله هي حلوة ولكن صوته ما كان يساعده هناك لعله هو الظرف الصحي اللي مر بي لذلك هي خلت الانتقالات من مقام إلى مقام وحتى من جملة إلى جملة أن تكون بها هناك مشاكل وأيضاً نفس الجملة لما يريد يأدي أبعادها صارت عدة بعض الهفوات اللي ممكن تعالج إن شاء الله تعالى بعد إتمام صحته وعافيته شكراً لكم الشكر جزيلاً لكم سيدنا نعم الشيخ باسم العابدي تفضل حياك الله صلى الله عليه وسلم حياك الله يا أخي عبد القدوس بارك الله بك وقفت في بعض المواقع والمواضع وقوف غير صحيح وغير سليم وإن شاء الله بالتمرين والتدريب يعني تقف في المواضع الصحيحة بارك الله بكم ونرجو لكم التوفيق الله يبارك بك سأل الله لكم التوفيق والعافية وفي هذا الختام صراحة وقبل أن نختم بما أنه عندنا ما شاء الله ضيوف من خارج العراق لا بأس أنه نختم بهذه الأبيات أقول أحيي جمعكم وأقول أهلاً لقد حل الكرام مع الكرام يا حبيبي لقد حل الكرام مع الكرام نزلتم ساحة القلب أهلاً نزلتم نزلتم ساحة القلب أهلاً وصليتم وصليتم على خير الأنام المتسابق عبد القدوس الباز من باكستان شكراً جزيلاً لكم على هذه المشاركة ونسأل الله لكم التوفيق والشفاء العاجل شكراً جزيلاً تفبل شكراً جزيلاً